السلام عليكم أعزائي قلاب وظالبات الصف الثاني المتوسط نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع نموذج اختبار نهائي مادة اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1445 هجرية أسأل أول القراءة اقرأ هذه القطعة وأجب عن الأسئلة تحتها تتصل بنا البوليس لحادثة طريقة قد حدثت لا يوجد هناك نار يعني هذا السائق الذي حبسه في سيارته استطعنا إخراجه عن طريق المعدات المناسبة كان هناك تدريب في محطة الإطفاء اليوم هو كيفية التعامل مع المواد الخطرة حتى كبار الضباط كانوا موجودون هناك التدريب لا ينتهي بعد قراءة هذه القطعة سؤال الأول لماذا اتصل البوليس بمصلحة أو بالإطفاء أو بدائرة الإطفاء أو الدفاع المدني لأنه كان هناك حريق يعني هناك كان حادث سيارة إذن اتصل لماذا اتصل البوليس بخدمة الإطفاء لأنه كان هناك حادث طريق السائق أو السائقة يعني حبست السائقة داخل حبست داخل يعني داخل السيارة لم تستطيع الخروج من السيارة ساعة الثالثة والنصف عما كان التدريب التدريب الذي كان هذا عما يتحدث كيفية التعامل مع المواد الخطرة أم كيفية التعامل مع الأطفال أم كيفية التعامل مع المشاعر السلبية كان التدريب عن كيفية التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة نمبر فايف يعني هات من القطعة معنى كلمة كرير كرير يعني عمل أو وظيفة فالكلمة التي معناها وظيفة في القطعة هل هي كات أم فوتبول أم جوب هي كلمة جوب جوب تعني وظيفة وكذلك كرير تعني وظيفة أسؤال الثاني القواعد اللغوية هنا كلمة يستردي تدل على الماضي إذن لابد أن نختار الفعل الذي يعبر عن الماضي وهو الفعل مضاف إليه في زمن الماضي هنا كلمة بك مفرد إذن سوف نختار معها الفعل المساعد الذي يعبر عن المفرد وهو هنا كلمة زي تعبر عن الجمع فيكون بعدها الفعل المساعد الذي يعبر عن الجمع وهو نمبر فور هل تحتاج أي شيء لتأكله نمبر فايف هي كانت مفزوعة هي كانت مفزوعة لذلك لأن أم إلى لأنه كان يأخذ السيارة بسرعة نمبر سكس ليس لدي رخصة سيارة الجب الصحيح هنا نختار ولا أنا يعني فرد عليه ولا أنا كذلك ليس لدي رخصة سيارة نمبر سيفن ماذا فعلت هي في يوم الأحد في السؤال يكون الفعل في المصدر ماذا فعلت نمبر ايت هنا الفوتبول جيم تعبر عن المفرد فنختار الفعل المساعد was لأن الإجابة ستكون it was be do as shown between practice أكمل بما هو مطلوب بين الأقواص نمبر وان make yes or no question يعني قم بكتابة سؤال تكون إجابته بنعم أو بلا I played football فيكون السؤال لهذه الجملة did I play football فتكون الإجابة عن هذا السؤال yes or no yes he did أو no he didn't نمبر تو use very he is clever فنستخدم كلمة very والتي تعبر عن جدا أو كثيرا فأقول he is very clever نمبر ثري use so no one was hurt I am extremely relieved يعني لم يصب أحد وأنا ارتحت جدا بسبب هذا الأمر فسوف نستخدم so أداة الربط so فأقول no one was hurt so I am extremely relieved نمبر فور give short answer أعطي إجابة قصيرة where the players got هل اللاعبون جيدين فno they aren't الإجابة القصيرة no they aren't أو they are not بعد ذلك ننتقل إلى المفردات فوق بالاري not the correct word for each picture يعني طابق كل صورة مع الكلمة المناسبة ولديها كلمة scared مفزوع museum متحف angry غضبان studio وهنا الصورة الأولى تعبر عن كما نرى في هذه الصورة تعبر عن المتحف المتحف الأسري للحيوانات الأسطورية فهو museum الصورة الثانية نلاحظ هذا الولد هنا غضبان يظهر عليه الغضب فغضبان يعني angry أو غاضب في الصورة الثالثة نرى هذا الولد يظهر عليه علامات الفزع فهو scared scared مفزوع أو خائف في الصورة الأخيرة هذا يعبر عن studio أو studio الملعب أو مكان إقامة المباريات be find the audit word السؤال be find يعني أوجد الكلمة الغريبة أو المختلفة عن هذه الكلمات ولدينا هنا living room house parts هذه الجملة الأولى وهذه الكلمات لابد أن تعبر عن house parts فلدينا هنا living room غرفة المعيشة هذه تعبر عن house parts police بلاكوني طبعا كلمة بوليس مختلفة الشرطة لأن بلاكوني و living room هذه من مكونات المنزل house parts number two family لدينا كلمة ساد daughter mother mother و daughter هذه من العائلة أما كلمة ساد هذه ليست من العائلة سؤال التالي to the correct missing letters اختار الحرف الناقص الصحيح she is worried about her grades أو grades هي قلقة على درجاتها فهنا الحرف الذي ينقصنا هو حرف الر grades worried كلمة worried بها اثنان r number two the word calligraphy means beautiful writing كلمة calligraphy ينقصها حرف البي لأن البي والح معا تنطق ف calligraphy number three a bizria is a restaurant that sells بيزا إذن هذه الكلمة ينقصها حرف z ينقصها حرف أو حرف z a bizria is a beautiful is a restaurant that sells bizza هو المطعم الذي يبيع البي number four he didn't see the هذه الكلمة ينقصها حرف b وهي stop sign he didn't see the stop sign هو لم يرى إشارة الوقوف أو علامة الوقوف في الطريق هكذا عزائي نكون قد انهينا هذا النموذج ألغاكم بإذن الله تعالى مع نماذج أخرى لا تنسوا الاشتراك في القناة ليس لكم كل جديد ودعمونا بالإعجاب تمدوا في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة